مجدد تحية والترحيب بضيفنا الكريم مدير عام الشؤون القانونية بوزارة تملك الدولة والشؤون العقارية سي نجم الدين نوار ليحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف مجددا مرحبا بك سي نجم الدين كنا منذ قليل نحكيه على إطار مجلة تملك الدولة نبذة تاريخية ندخله في التفاصيل ومكري قلت لك أصبر عليه شوية وجايين ها التفاصيل هات نحكيه في التفاصيل جديد هذا المشروح شكرا فقط في البداية سي شهاب قبل ندخله في التفاصيل نحب بطبيعا نأكده عن من ناحية المنهجية لأن العمل هذا مشروع في مجلة أملاك الدولة كان عمل تشاركي شاركت في كل الأطراف تقريبا في المستوى الداخلي في مستوى ذات أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال فرق عمل عديدة اشتغلت هذا المشروع ولكن كذلك مساهمة الأطراف الأخرى وخاصة الوزرات مختلف الوزرات اللي عندها علاقة بالشأن العقاري واللي ساهمت كذلك في هذا المشروع هذا من الناحية المنهجية اعطاء لكل ذي حق حقه ومساهمته في هذا المشروع طبعا إذا تدخلوا في التفاصيل مشروع مجلة أملاك الدولة طبعا هو يحتوي على عيد الأبواب عيد الأقسام عيد العنوين إذن هي من الناحية التنظيمية يخضع نفس التنظيم بالنسبة لمختلف المجلات القانونية إذن هناك تنظيم منهجي وتسلسل في مختلف الأحكام الواردة بهذا المشروع إذن هناك قسم يتعلق بالأحكام العامة إذن هناك أحكام عامة فيها التعريفات وفيها يعني ضبط لتعريف ملك الدولة وتمييز بينما هو ملك دولة عام وملك دولة خاص إذن هناك تمييز إذن أملاك الدولة تصنف إلى سنفين ملك دولة عام وملك دولة خاص المبادئ الحماية المعروفة لتمييز ملك الدولة سواء في المستوى والملك العام والملك الخاص إذن هذه تقريبا في المستوى الأول أو الباب الأول هو باب تمهيدي كان يضبط الأحكام العامة المتعلقة بأملاك الدولة وبعض بتبيع القواعد الحماية المتعلقة بهذه الأملاك ثم يتم المرور إلى التفاصيل إذن هناك ملك الدولة العام وملك الدولة الخاص والمجلة هي أكثر موجهة إلى ملك الدولة الخاص هي صحيح احتوت على قسم يتعلق ملك الدولة العام ولكن قسم كان في مستوى التعريفات ضبط ملك الدولة العام مكوناته كنقول ملك الدولة العام إذن كيفاش نحده مقاتل ملك الدولة الخاص هو طبعا أنا رني أن نعذرك لأنك أنت رجل قانون فالمصالحات قانونية ولكن إحنا جمهورنا جمهور عامة الناس فك تقول لهم ملك الدولة العام يقول لك يبقى بهذه شنوا ملك الدولة العام ملك الدولة الخاصة هنوا ملك الدولة العام؟ من أين تتأتيها ملك الدولة؟ مأ endeavors ملك الدولة العام؟ كذلك تعتبر ملك الدولة العمومي للمياه الملك العمومي المساجد والجوامع معروف المساجد والجوامع تعتبره من صنف الملك العام اللي هو موجه الاستعمال من قبل الكيف كل الناس تجد تستعمل الملك العام الطرقات البحار الأودية المساجد الجوامع هذه السكاك الحديدية إذن هي كل المفردات أو اللي قابلة أن تستعمل بشكل جماعي وبشكل عام من طرف جميع الأفراد هذا هي بالنسبة للملك العام ملك الدولة الخاص ملك الدولة الخاص وكل ما خرج عن ملك الدولة العام يجي في ملك الدولة الخاص والدولة عندها ملك خاص كما ملكية الأفراد كما ملكية الشخصية أو ملكية الفردية عندها أملك خاصة تتصرف فيها الدولة اللي هي مهيش الملك اللي العوم مثلا عن العقارات المطارات العقارات العقارات مثلا العقارات الفلاحية الأراضي الدولة الفلاحية تدخل في ملك الدولة الخاص كل البناءات المحلات مخصة للسكنة للتجارة التي تملكها الدولة تدخل في ملك الدولة الخاص ولها أن تتصرفوا فيها كتصرف الأفراد في أملاكهم مهم جدا مهم جدا وانو نوضح هو شعار البرنامج حتى تكتمل الصورة احنا نحاول وانو الصورة تكون مكتملة والخطبة منتعك يا نجم الديني يوصل لعامة الناس بشكل مبسط شنو الفرق بين العام والخاص وانتي تحكي وانتي تحكي على التصرف اي انا مش نسألك على آليات التصرف في ملك الدولة الفلاحي وغير الفلاحي شنو جديد اي اي اذا هو ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي اذا لابد ان نميز بين الصنفين لانو ملك الدولة الفلاحي هو ملك الدولة غير قابل للتفويت الا في بعض الحالات الخاصة ملك الدولة الفلاحية التي تتكون من عقارة الدولة الفلاحية لا يمكن التفويت فيه هذا يعني توجه تم سنه منذ سنة 95 منذ صدور قانون 95 المتعلق بالعقارة الدولة الفلاحية اذا هي غير قابلة التفويت في اطار يعني نظرة حماية للرسيد العقاري الدولي الفلاحي تم اقرار عدم التفويت يعني لا يمكنه بيعه شكله تفويت لا يمكن للدولة ان تتبيع عقاراتها الفلاحية الا في بعض الحالات اللي يضبطها القانون وبعض الحالات الخاصة هذا يعني نميز بين الفلاحي وغير الفلاحي غير الفلاحي هو يكون قابل للتوظيف بكل الاشكال المعروفة من بيع من كراء من معاوضة يمكن ان يتم تفويت فيه يمكن تم كراءه يمكن تم المعاوضة به ولكن حسب اجراءات محددة واجراءات قانونية مضبوطة للتصرف تنجم تتبدل الصيغة؟ نعم الصيغة تنجم تتبدل؟ الصيغة بتبيعة الصيغة تختلف بحسب المشاريع صيغة تختلف بحسب المشاريع معينة لتلاقي مشاريع معينة والسياغ اخرى تخص مشاريع اخرى ما هو انا حبيت نسألك سي نجم الدين تفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية الى ثورة تشريعية في البلاد عموما في مختلف القطاعات اتي تعرفوا انا اشتغلت على الموضوع الحقيقة وانه من اهم العوائق نجم الدين العكاري اهم العوائق التنموية هي صبغة الاراضي صبغة الاراضي يعني عائق يعني احنا صارت ثورة في البلاد ومعملناش ثورة تشريعية فيما يتعلق بابدال صبغة الاراضي غير قابلة للاستثمار اللي وقفت حجر عثرة امام الاستثمار وامام التنمية اليوم هالمجلة مجلة املاك الدولة تنجم تكون ضمانة من الضمانات على طريق التنظيم على طريق ضمان فرص اكبر للاستثمار وما الى ذلك هذا هو اذا المجلة راهي منفتحة على كل المستجدات في واقع الاستثمار تحاول ان تنهى بالاستثمار من خلال توفير العقار هذا هو يعني كمجلة ولا كمنظومة قونية لأملاك الدولة هو العقار هو ركيزة من ركائز وعنصر من الناس الاستثمار نجمش نعم العقار ونقول الاستثمار سمحني وما يكونش العقار موجود اذا هو عنصر مهم في عنصر الاستثمار ولكن العقار لا تبدأ ان يكون له مواصفات معينة ومحددة وخاصة سبغة العقار تتم في مستوى خاصة مستوى الوزارة المكلفة بالفلاحة وبالتبيعة وفي علاقة بالجهة اذا هناك اجراءات لتغيير السبغة الفلاحية لكن اذا ثبتوا ان العقار ليست له جدوى فلاحية كبيرة بالمقارنة مع الاستثمار الذي سيتم انجازه وما يتوقع ما سيجلبه هذا الاستثمار اذا يكون الاتجاه نحو تغيير السبغة الارض واستبدالها من فلاحية الى صناعية سياحية حسب نوعية المشروع التي سيتم اقامته اذا هناك اجراءات خاصة بتغيير السبغة الاراضي الفلاحية في علاقة بالاستثمار التي سيتم انجازه بتبعها هو تغيير السبغة يتم لفيت المشروع لفيت المشروع الصناعي والسياحي او غيري سيتم انجازه وانت وانت اكد في بداية اللقاء على المنهجية حتى ما نقطعش حبل افكارك باش نعود نرجع بك لنفس السؤال اللي كنا اطرحناها احنا فتحنا قوس فيما يتعلق بابدال السبغة والصيغة فباش نرجع لاليات التصرف في ملك الدولة الفلاحي وغير الفلاحي شنو الجديد سينجم الدين ايه اذا كمستجدات اذا على مستوى الاليات التصرف نبدأ مثلا هي فهمة بعض الاليات المشتركة بين الفلاحي وغير الفلاحي اللي ما كانتش موجودة قبل توانفتاح بالنسبة لعن عدة الاليات اخرى كانت مثلا محسوبة على الملك العام مثلا عن الالية اللزمة او الالية الاشغال الوقتي او الالية الشراكة بين القطاع العام والخاص اذا يمكن ان نعتمد الالية اللزمة بالنسبة للملك الدول الخاص نعتمد الالية الاشغال الوقتي اذا كانوا الاليات محسوبة على الملك العام فقط اذا هناك دور جديد للعقام في انه يواكب هذه الاليات وبالتبعها هناك مواكبة حتى ما يطلبه الاستثمار المستجد في مستوى الاقتصادي في مستوى الاستثمار تتطلبه تنويع الاليات تنويع الاليات حتى يتم الاستجابة لهذه الطلبات الاستثمارية اذا انتوال العقال الفلاحي انفتحها مثلا على مشاريع انتاج الكهرباء مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المجدة يقوم به يعني الباعثين الخواس يمكن توظيف الاراضي الدولية الفلاحية في هذه المشاريع اللي كان مش موجودة قبل كان يعني الرؤية التقليدية للقطاع الفلاحي تقتصر على مشاريع الانماء واحياء الارض فقط لكن تو هناك انفتاح العقار الفلاحي على مجالات اخرى للاستثمار لتأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاستثمار وتطلبات السوق اذا هناك انفتاح حتى على مشاريع اخرى ما كانتش محسوبة قبل على العقار الفلاحي في النظرة التقليدية اذا هناك امكانية حتى نستثمروه في مشاريع اخرى كما قلت المثال مشاريع انتاج الكهرباء اللي هي مشاريع حيوية ومشاريع استراتيجية اذا بالنسبة لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من الطاقات البديلة اذا هذا يعني يحسبوه للمجلة بالنوعت من هذه السياغ وعطيت فرصة وانه حتى النظرة التقليدية العقار الفلاحي تتجاوز بشكل ما للاستجابة لهذه المتطلبات هو بعض المصطلحات دالة فيما تقول يعني وكأنك تحكي على نوع من المواكبة للمستجدات الاقتصادية نوع من المواكبة يعني تكسى صحة هناك مواكبة لكل ما هو مستجد وكل ما هو يطلب ويطلب الاستثمار انه يكون العقار اذا ركيزة لدفع المشاريع هذا هو هنأمل وننظر العقار هو لدفع المشاريع لخلق الثروة لخلق موطن الشغل هذا المهم المهم وانه العقار يكون يعني بمثابة الدافع للمشاريع في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص اذا المجال هو مجال بالنسبة للمجالين مجال الاستثمار العمومي المشاريع العمومية وكذلك مجال الاستثمار الخاص والمشاريع الخاص هو توى نجم باش يتفاعل مع نجم يتفضل مرحباك حبيت نسل لك على سؤال اللي يسبق اعداد وانجاز في الصيغة النهائية للمجلة هل انهت وزارة املاك الدولة احصاء كل املاكها ومن الاراضي والبناءات وغيرها هل هناك ما زالت بعض اعمليات الجرد متواصلة واسترجاع او غيرها هذا سؤال الاول وسؤال الثاني فيما يخص ما تحت الاراضي من الاملاك ومن ثروات ومن غيرها سواء في اراضي الدولة او اراضي الخواص هل هناك تشريعات جديدة في الوفق بالنسبة الضبط اذا هو اساس وزارة املاك الدولة تقوم على منظومة الضبط لابد للدولة ان تعرف املاكها املاكها العقرية واملاكها المنقولة ونحن حتى على مستوى وزارة املاك الدولة والشؤون العقرية هناك ادارة عامة لضبط الاملاك العومية اللي تعمل على جرد وضبط كل ممتلكة الدولة السملكة العقرية ومنقولة وتكون عنا عليها رؤية واضحة رؤية واضحة الدولة ما تملك من عقار ومنقول وهذا يتم ضبطه وتضمينه في سجلات سجلات مادية والالكترونية تبين الحالة المادية والاستحققية لكل المنقولات والعقارات الراجعة للدولة والهدف هو انه يكون هناك قاعدة بيانات قاعدة بيانات للسيطرة والتحكم العقاري في كل العقارات المملكة للدولة وحتى تكون هذه القاعدة قاعدة البيانات ادات للتصرف يعني تكون عنا رؤية واضحة عما تملكه الدولة من عقارات ومنقولات وحتى على مستوى مشروع المجلة تم اعتبار المسألة هذه مسألة تشريعية بامتياز اذا لابد من تكون يعني كل املاك الدولة مسجلة ومرسمة في دفاتر تعطي بالضبط رؤية صادقة وواضحة على جميع ممتلكات الدولة وهذا العمل نقوم به على مستوى الوزارة وكذلك هناك عنا مشروع الخارطة الرقمية الخارطة الرقمية لوزارة املاك الدولة اللي هي تصب في نفس الاتجاه وهو يكون عنا يعني قاعدة بيانات واضحة وقادرة عن تعطي فكرة صادقة على مختلف املاك الدولة وتكون حتى هي اداة الاستثمار وتكون اداة بين يد المستثمرين للاتلاع على الرصيد المتوفر للدولة من عقارات والذي يمكن ان يكون الرصيد يعني يوضع على ضمة هؤلاء المستثمرين في انجاز مشاريعهم السؤال الثاني سمحني ما السؤال الثاني هو يخص الثروات الباطنية كما المناجم وكما غيرها اللي نجم يلقاهم انسان في داره او في اراضيهم في املاكه او في املاك الدولة باش نحصل انا على رخصة الاستغلال الرخام او غيره من الدولة برشا ناس تتشكى من الصعوبات ومن ما نقولش فراغ تشريعي لكن من شدة التشريعات اللي طالب بيهم وزارة املاك الدولة في الشأن هذية لتوظيف الاستثمار الاقتصادي بالنسبة للمواد الانشائية والمواد المقطعية اذا نحن نتصرف في المقاطع التابعة للملك الدول الخاص نألي كارير اذا المقاطع نحكي على الانشائية اللي هي تتابعة على املاك الدولة هناك قواعد خاصة للتصرف في هذه المقاطع تصرف ShawMer pakistan ايه بالنسبة للتصرف يقضع له قاعدة الكراه بالمزل العلاني اذا دولة التكري يعني المقاطع اللي هي راجعة على ملك الدولة في إطار الإشهار وفي إطار الدعوة إلى المنافسة تقوم بعملية الكراء بالمزايد العلني للمقاطم مراكنة في بعض الحالات التي التجأنا فيها المراكنة إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة اللي يمكن الدولة بتبيعها تكون حالات مضبوطة والدولة يمكن تلتجأ فيها في بعض الوضعيات اللي هي تم تحديدها بالنص القانون إذن هي ليست مفتوحة في كل الحالات وإنما حالات استثنائية يجوز فيها اللجوء للمراكنة لما نحكيه على القانون وإحنا يحضر معنا مدير عام شؤون القانونية بوزارة مملكة الدولة وشؤون العقارية ونحكيه على مملكة الدولة ما نحكيهش على العقوبات وتشديد العقوبات صحيح موجود سي جي هاب إذن حتى على مشروع المجلة هناك قسم خاص بالجرائم والعقوبات إذن نره أحنا بتبعه هناك عديد الاعتدائيات اللي قاعدت طال العقارات الدولة خاصة العقارات الدولة وخاصة العقارات الفلاحية والدولة انخلطت منذ سنوات في منظومة استرجاع العقارات الفلاحية المعتداء عليها إذن هناك عدد هام من العقارات تم استرجاحها ولكن هذا ما بنعناش وأنه في مستوى مشروع مجلة أملاك الدولة ويكون عنا هناك نصيب واهتمام بمسألة الجرائم اللي تتصلت على أملاك الدولة هناك تشديد العقوبات بالمقارنة حتى مع العقوبات المعروفة في المجلة الجزائية هناك عديد العقوبات باش كل واحد يعرف على الش قادم نقرأ لك الفصل 130 إذن يعاقبوا بالسجن مدثث أعوام بخطية قدره على خمس ألف دينار كل من يعتدي على ملك من أملاك الدولة سواء كان منقولا أو عقارا بدون سيفه بأي طريقة كانت إذن هناك يعني بالنسبة لحالة الاعتداء وأكثر من هذا في مستوى التجديد الثاني مثلا أن مجرد المحاولة توجب العقاب ليس أنه يكمل الفعلة كلها الأصلية فعلة الاعتداء وأنه حتى مجرد أنه يحاول اعتداء على ملك الدولة أصبح مجرد وأصبح يستهدف بنفس العقاب اللي يقوم بالفعلة الكاملة حتى سيارة إدارية مثلا هي من ملك الدولة حتى يعتدي واحد على سيارة إدارية؟ كل أشكال الاعتداء رأى أملاك الدولة لكل هيدونك إذن كل الاعتداء إذا كانت بتبيع استعمال السيارة الإدارية ما كانش في الطرق القانونية وكذا هو بتبيع من يستعملها سيكون عرضها للمسائل للدولة للأصول الإدارية واعتداء عليها شخص آخر النجم يكون هو بالنسبة للأعتداء من اعتداء على مقر أو على غيره أي صحيح هذاك يعتبر ملك الدولة إذن قد الملك الأملاك الدولة هي أملاك عقرية وملك منقولة إذن هنا فهو يستهدف بنفس العقاب باعتباره انتهى كملك الدولة هو انتهاك كذلك ليس فقط لأملاك الدولة الدولة في المعنى الدولة ولكن أملاك المجموعة الوطنية لكلها تكون مستهدفة إذن هو رمش العتداء فقط يوصلت على ملك الدولة بقدر ما هو كذلك يوصلت على أملاك المجموعة الوطنية وذلك عليه جاءت الرؤية بتاع المجلة هي رؤية نحو تشديد العقوبات بالنسبة للجرائم التي تصلت على أملاك الدولة بمفعول رجعي سي نجم يعني توا اللي مستولين على أملاك الدولة عندهم سنوات وبشي يقع تشديد العقوبات القانون الجديد بشي يطبق على هو القلع القانون يطبق بأثر مباشر على جميع الوضعيات الجارية الموجودة بتبع يطبق عليها القانون إذن إذا كان ثم وضعية اعتداء وما زال اعتداء جاري وحاصل بتبع وقت يتم المساطق هذا القانون يكون القانون نافذ على الجميع جميع الوضعيات الجارية اللي مازالت موجودة فما مساعي للتسويات حتى ما نمشيوش قبل على خطر اللي يسمع فينا زدمنا في جعوش وبرش يعني وانت تعرفوا انه البلاد مرت بظرفيات مختلفة وفما شكون ما ما نش مبرو احنا الغلط يعني القانون قانون والقانون فوق الجميع يعني فما مجال هاو نحكيه مثلا على صلح الجزاء اليمين لالاليات للتسويات يفا هما الى الىaliات اخره للتسويات التسويات موجودة تسويات موجودة وباب التسوية موجود مفتوح بتبيع بشروط وضبط معينة إذن هناك نحن نسوي هناك جانب كبير كذا من عمل وزارة الملك الدولة والشروع العقارية قائم على تسويات الوضعيات القديمة إذن اللي يكون عنده تصرف قديم في ملك الدولة ويستجيب لمواصفات معينة وخاصة نقول نحن شرط حسن النية تصرف في عقار منذ مدة طويلة ولكن كان ذاك عن حسن النية المجال مفتوح للتسوية ولكن حسب شروط معينة نحن نسهلون بقانون متاع ستين عام ستين نحبه نطبقه ونبقه ونحن ديما مكبشين فيه لا نحن ضروري جدا حتى الآليات التفاوض تكون ممكنة نجمو أنت يسيد العارفين نقربه لبعضنا شوي نحن نسهله شوي وهو يحاول يطبق للقانون ونلقاهه صيغة للتفاوض المهم في المجال هذي هو نرفع الجمود على العقارات لأنه عقارات غير مساوية الوضعية العقارات متجمسة تدخل للدولة الاقتصادية لا يمكن توظيفها في الدولة الاقتصادية ذا أنه الهيج سمت يعني كذلك على مستوى ويزاعة تملك الدولة وشروط العقارية وأنه العقارات هذه تصبح قادرة للتوظيف قادرة وأنه نهاري اخر مثلا يتساوي نمت وضعية مسكن يجم يأخذ عليهم ويقولوا نحن قرض قرض للبناء يجمش للبنك ويعطيه قرض يجم يوظف على قرض على الرهنية على المسكنة ذاكة ويجم يبنيه بتبع ذاكة علاقة بتنشيط الدولة الاقتصادية كاملة إذن مش نخذوه على المستوى خذها قرض فقط وأنه ما لابد من ننظره ننظره في مستوى تنشيط الدولة الاقتصادية قطاع البناء وغيره 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 وكله وهذا حتى عرف المستوى الفلاحي كذلك إذن عنا حتى عرف مستوى لزارة عنا برنامج لتسويت الأوضاع العقارية القديمة بالنسبة لأرضي الدولية الفلاحية الناس اللي عندهم تصرف في قديم وعندهم يقولوا هالإسناد اللي عندهم إسناد ولكن ما عندهوش عقد ما عندهوش عقد في بنيديه إذن هذوما قابلين للتسوية حسب شروط معينة وحسب يعني إجراءات معينة واسي نجم دي حتى في المصار هذي كيف يجي عليه قياس ثم برشة مساكن مبنية على أراضي الدولة أي والمبنية بأموال أصحابها والبشركات وغيرها لكن الأرض هي تابعة للدولة عشي نجم يكون يصير فيها تنجم يكون نظر فيها بالمجلة الجديدة ولا غيرها هو حتى قبل المجلة هو عندنا نحنا مشروع مشروع تسوية الوظايات التجمعات السكنية التجمعات السكنية القديمة التي أحثت على ملك الدولة عندنا عديد التجمعات السكنية أحياة سكنية كاملة وقيمت على ملك الدولة في فترة الستينات في فترة السبعينات تجم تكون البلديات تتصرفت وعطاعت المواطنين ومكتوتهم في إطار عميات الإسكان حتى بعد الثورة صار بعض العمليات كذلك لكن نحكي على القديم القديم هذي احنا عملنا فيه برنامج للتسوية برنامج التسوية وعندهم ما وظوه يعني الصعب هما هما حتى عندهم حجاج حتى من عند البلديات عند مجمج الولاية عندهم شهائط في الإسناد يعني التصرف ثابت التصرف ثابت ونجراره من البلدية ولا غيره ثابت بالنسبة لها هذه إذن نحنا على مستوزر عنا برنامج تسوي الوضعية هذه وراء التسوية هذه غير مكلفة برشة يعني الأثمان اللي حدتهم الدولة ونجمونا نرجعو للأمر الحكومي حتى 504 لسنة 2018 يعني يحط أثمان رمزية وأثمان يعني تتراوح بين خمسة دينارات وعشرين دينار المتر المربع الوحد وأنا من هذا المنبر ندعو لكل الناس اللي عندهم من مثل هذه الوضعيات أنه ينخرطوا في المشروع هذه يتقدموا بمطالب والتسوية لأنه هلأخر لابد من يكون يعني تتسوى الوضعية يكون عنده شهية ملكية شهية ملكية في يده يعني الشي يجب يتصرف التصرف القانوني شرهن معنى كيف يتفعل الفلوس هذه بين خمسة وعشرين ألف المتر المربع ياخد شهية ملكية يعني بين خمسة دينارات وعشرين دينار دينار المتر المربع الواحد إذا نحسب الوضعيات هذه اللي وفما اللي جاء الوزارة الملكة الدولة وتقدموا ليدراتنا الجهوية وتحصلوا على عقود بتاحهم وبالنسبة العقاد المسجلة العقود هذية عقود كما قلنا نحن مفتاح في الجيب كل يوم ما شمعتها يعني يمشي يرسم بها مباشرة في الملكة العقرية يعني من غدوة يصبح ملك عنده شهية ملكية فردية في ديه إذن هذا يراه برنامج تولى حاليا تنفيذه مصافة الملكة الدولة ونأملوا أنه البرنامج هذية يزيد يتم أكثر يعني التعريف به والتحسيس به لأنه رأوا عنده نتائج يعني اقتصادية ونتائج اجتماعية يعني ممتازة خاصة في المسبة للتسوية العقرية وأنه المواطن يتصرف عنده 40 و 50 سنة وثمانية سنة تورثوا العقار هذا يعني بوعا جد ولكن ما عندهم شهية ملكية عنده التصرف قديم شهية ملكية مناسبة وأنه نستفيده من البرنامج هذية وتكون عنده الإمكانية نهار آخر وأنه الكياه وشهية الملكية وأنه يجب يتصرف يجب يبيع يجب يرهن يجب تحس على القرض إذن كل الوسائل القانونية للتصرف تكون مفتوحة لكن في الوضعية هذه ما جمش يتصرف بمجرد حجة قديمة أو أسنات قديم ما يقومش مقام شهية ملكية منتصف النهار و50 دقيقة على موجات لضع الوطنية التونسية مازالوا نقطين نحن بش نحكيه فيهم بعجال سينج مدين ما تعلق بأملاك الأجانب نقطة الأولى والنقطة الثانية اشنو عملنا في مقرات التجمع وأملاك التجمع اي اي بالنسبة أملاك الأجانب إذا الدولة يعني معايد العقارات ترجعت للدولة التونسية من أملاك الأجانب خاصة الفرنسيين لنكونر عن اتفاقية تونسية الفرنسية لأملاك الأجانب معايد العقارات اللي رجعت واصبحت ملك الدولة التونسية بموجب الاتفاقيات نحن على مستوى الوزارة نسعى إلى أن نسوي وضعية المتساكنين اليوم من وضعيات خاصة وضعيات اجتماعية وضعيات اجتماعية بالنسبة للي يشغلوا المساكن هذية وعمل على مستوى الوزارة في التسويس حيح العمل مازال يطلب كثير من الجهد وكثير من الجهود مبذول باعتباره عن عديد الاشكاية مطروحة في مستوى العقات هذية وخاصة في مستوى وضعيات التصرف باعتباره أن هذه عقارات قديمة وتتويرثوها عديد من الأجيال ونلقى حتى مشكلة حتى معاش كونش نسويه أصلا بالنسبة وتصير فيهم تنس ولاية كثيرة سواء من داخل العائلة أو لخارج العائلة إذن إذا كانوا كذلك مجهود كبير مازال يطلبوا المشروع التصفية وذمره عقارات يفترضوا أنه تتصفى وترجع للناس يسكنين إذن الدولة ما هي كان مرحلة تقتين العقار ثم تقوم بتصفيته إذن تصفيته ممشق عند الدولة وإنما لابد من تسوية وضعية الناس الشيغلين العقارات هذية وتعلق بأملاك التجمع ومقارات أملاك التجمع إذن الصورة مختلفة باعتبار أنه الدولة هنا وأملاك الدولة وعن تريق لجنة هناك لجنة تصفية لتصفية الأملاك التي تقوم بدور المصفي تقريبا دور المصفي باعتبار أن العملية تطلب تصفية مختلف الأملاك الراجعة لحزب التجمع يعني أملاك عقارية وأملاك منقولة هناك عملية للتصفية تفترض أن يتم خلاص الدائنين إذن هناك عديد ولكن هناك عملية إحالة ما معنى؟ كل ما هو زاد عن خلاص الدائنين بالنسبة لحزب التجمع كل هذه العقاة تحال تباعا لأملاك الدولة هناك عديد قرار هو مقر وزارتكم في ملك من أملاك هو قرار ملك من أملاك التجمع ولكن أحيلة أحيلة ملكيته ملكية خاصة لأملاك الدولة موجب قرار إحالة إذن كل اللجلة التصفية إذن أتمت بشكل كبير خلاص كل الدائنين بالنسبة لحزب التجمع لأن ذلك هو المجال التصفية ويتم الخلاص الدائنين وما زاد عن حاشة الخلاص يحال إلى ملك الدولة الخاص وهناك عديد العقارات لتحالة ملك الدولة الخاص ولكن كذلك هي عقارات تم توظيفها تم توظيفها لفاية مشاريع عمومية وانتفعت بها المجموعة الوطنية في إطار إنجاز هذه المشاريع ثم أزوز حاجات أخرين زوز ملفات هي الأراضي الاشتراكية والأراضي الأحباس وين وصلت وهل تمت تصفيتها إلى حد الآن ولا شنوها في الأفق شنوها حلولها بالنسبة لأراضي الاشتراكية إذن هناك عنا في مستوى الوزارة هناك مشروع لمراجعة القانون قانون 28 سنة 1964 متعلق بالراضي الاشتراكي إذن وخاصا بعد التعليمات الرئاسية الأخيرة هناك سعي حثيف في مستوى الوزارة وأنه تتراجع منظومة الآذي الشراكية في إطار تثمين هذه الأراضي حتى تكون هذه الأراضي كذلك يعني دافع للتنمية وخاصا على مستوى الجهات إذن هناك مشروع قاعدين نتشغلوا عليه على مستوى الوزارة اليوم مشروع مراجعة قانون الآذي الشراكية سنة 1964 باش نمشيوا للشركات الأهلية مثلا؟ هو وراه القانون بتاع الشركات الأهلية ينص مقاون الشركات الأهلية ينص على إمكانية أنه تنتفع الشركات الأهلية بالأراضي الاشتراكية يعني هذا موجود على مستوى النص القانوني شكرا جزيلا مدير عام الشؤون القانوني بوزارة تملك الدولة وشؤون العقارية سي نجم الدين نوار على كل ما أفتنا به يعطيك الصحة برك الله وفيكم على استضافة شكرا شكرا جزيلا نحن نصل لختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن شكرا على طيب المتابعة والاهتمام ربي باقي استرالاتون السيلة لإقاءة